تصاعد نفوذ الأكراد تدريجياً في سوريا مع اندلاع النزاع عام 2011 وأسسوا ما يعرف بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد مع الانكفاء المتسارع للنظام الإدارة الذاتية الجامعة ضمت إدارات عدة وهي الجزيرة أو الحسكة وكوباني عين العرب ومنبج إضافة إلى الرقة والطبقة وريف دير الزور الشمالي بروز داعش عام 2014 خلط الأوراق ومعها الحسابات وعقب معارك دامت نحو خمسة أعوام أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري للإدارة الذاتية القضاء على بنية التنظيم في سوريا الأكراد سعوا لضم مدينتي عفرين ومنبج إلى الإدارة الذاتية لكنهما منفصلتان جغرافياً عن باقي مناطقها على طول الحدود مع تركيا كونهما تقعان غرب نهر الفرات هزة ثانية واجهت المشروع الكردي في سوريا تمثلت بإطلاق تركيا وفصائل في الجيش الحر عملية غصن الزيتون بداية العام الماضي في عفرين ومحيطها انتهت بسيطرتها على المنطقة تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا لم تهدأ ولتفادي التصعيد أجرت واشنطن محادثات مكثفة مع أنقرة وتم التوصل إلى اتفاق ما يعرف بالمنطقة الآمنة الاتفاق ذاك لم يشق طريقه إلى الميدان إذ أرادت أنقرة منطقة آمنة بعمق 32 كم بينما وافقت قسد على 5 كم فقط وبين 9 و14 كم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض المنطقة تشهد انتشارا عسكريا متعددا إذ تسيطر قسد على الغالبية العظمى من مساحتها بينما ينتشر الجيش الأمريكي في عدد من القواعد فيما تتمركز قوات النظام في أجزاء من مدينة دير الزور ماهر النبواني الحدث